أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المستشفيات أن البحرين لا تعاني من انتشار إفلوانزا الخنازير بشكل وبائي بل أن الأمر لا يختلف عن ما تشهده البحرين سنويا نعم مريم المانع قال إن انفلوانزا H1N1 المعروفة من انفلوانزا الخنازير لا تعد عن كونها أحدا وعلى انفلوانزا الموسمية التي يجب لا تسبب الهلع لدى الجمهورة اللي بوضع حق الجمهور ترى لصادنا السنة ما يختلف عن صادنا العام الماضي ولا اللي قابلة ولا اللي قابلة نحن في كل سنة تقريبا عندنا H1N1 يصاب فيها الناس عامة ممكن أعدادهم تصبح كبير حتى 100 شخص 200 شخص على حسب الموجود لأنها عبارة عن انفلوانزا موسمية لكن كقطاع صحي نحط في باننا استراتيجية معينة في قضية من الفئات اللي نستهدفها لما نعطي تطعيم معين أو لما نقول والله هذه المرض ممكن يكون موجود أنا شون أسوي مسوح حق منه أروح أقدر هذا المرض بحيث أن أسوي فحوصات معينة أعطي تطعيم أعطي أدوية في فئات وبتعرضها إن شاء الله وزاعة الصحة فئات العمرية مثلا من بعد 6 شهور قبل 6 شهور مطاعمين من بعد 6 شهور إلى 7 سنوات فالعمرية الكبيرة في السن الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة أمراض مزمنة معينة وعندهم مناعة ضعيفة يحتاجون هذه التطعيم عامة الانفلوانزا الموسمية السنوي أنت بتحتاج السنة ما بيغطيك حق طول عمرك يختلف عن التطعيمات الموجودة عندنا الثابتة يعني تطعيم الحاصبة تطعيم الجدر تيفويد تيتانوس هذه عبارة عن تطعيمات ثابتة تعطيك تقريبا تقطي لمدة حوالي يعني خلنا نقول 100% 90% نماء بصيرناك فيناك إصابة الفلوانزا الموسمية يمكن توصل لحد تقدير حوالي 40% إلى 60% تقطي نماصر عندك بعيد الشر هذا المرض فهي تكفي حق الناس اللي يحتاجونها عامة الناس ترى هي عبارة عن عراض ممكن يعني يتجوزونها يسمونها سلف لمدة ديزيز الجسم رح يتعمل معها ممكن يوديها لكن إذا عراض حتدت تحتاج بعض الأدوية مثل التاميفلو أو الراحة والطبيب عامة ممكن يشير فيها ترجمة نانسي قنقر